نستعرض بعض هذه المواقف بشكل مباشر مع ضيوفنا من فاريس تنضم إلينا الكاتبة السياسية مايا خضرة ومن واشنطن ينضم إلينا الباحث في معهد الشرق الأوسط دكتور سمير أتقي مرحبا بكما دكتور سمير أستاذ مايا أبدأ من عندك ما تم الاتفاق عليه اليوم بتمرير هذا القرار أستاذ مايا خضرة أريد أن أسألك عندما لم تم تنع الولايات المتحدة عن تمريره وعدم استخدام حق النقطة الفيتو ما الذي تريد أن تقوله للعالم الآن؟ يعني اليوم بعد مرور أسابيع طويلة منذ السابع من أكتوبر المنصر تزيد المأساة وتتبين هذه المأساة الإنسانية في كتاع غزة إلى العالم أجمعيه ولذلك رأينا أنه من بين الدول الأكثر دعما لحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها والدول الأكثر استنكارا بعد ما حصل في السابع من أكتوبر نرى اليوم نوع من الليونة أو التراجع عن المواقف الأولى أسستم لذلك أنتم في فرنسا بمعنى أن موقف الرئيس ماكرويا أستاذ مايا حرك مياها راكدة لدى المواقف الدولية ومن الولايات المتحدة لتأخذ نفسا مختلفا عما بدأ به العالم بعد 7 أكتوبر يعني هناك الكثير من المعطيات مواقف الرئيس ماكرويا هي مواقف متقلبة ولكن بالرغم من هذا التقلب ومن هذه التنقضات رأينا في الأسبوع المنصرم وخاصة اليوم في التصريحات من سويسرا لأنه في زيارة رسمية إلى دولة سويسرا الأوروبية أدانا استهداف البنى التحتية على صعيد الاتحاد الأوروبي أيضا رأينا أن رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل دعا إسرائيل إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ذلك يعني أو نفهم من وراء هذه الجملة أن إسرائيل لا تقوم بمجهود لضبط النفس لذلك هذه الإدانات المبطنة إن كانت فرنسيا أو إن كانت على صعيد الاتحاد الأوروبي هي ليست بالإدانات التي تمر مرور الكرام لذلك كانت أحد الأمور أو الأسباب التي غيرت بشكل طفيف الموقف الأمريكي ولكن هناك أيضا في الولايات المتحدة معطى آخر وهو معطى داخلي محد في الحزب الديمقراطي هناك شرخا كبيرا وبدأت أصوات المعارضة تعلو أكثر وأكثر هذه الأصوات المتمثلة بالرئيس أوباما المتمثلة أيضا بالتيارات نوعا ما الأكثر يسارية أو اشتراكية في الحزب الديمقراطي وهذا ما عدل في الموقف الأمريكي ليس فقط المواكف الفرنسية والأوروبية طيب دكتور سمير مرحبا بك إلى هذا الحوار شرف أهلا وسهلا يا دكتور القرار ما عاد المستغرب بأنه مر وهو قرار له أهمية كبيرة الاستغراب هو عدم استخدام الولايات المتحدة النقض الفيتو ومن دوبتها تتحدث الآن على الهواء المباشر سيدي أولا أريد أن أقول بأن سبق أن ناقشنا هذا الموضوع وكنا نتوقع بشكل أو بآخر بأنه قريبا تحت الضغط الهائل وقبل كل شيء هي ليست قضية رأي عام وغيره هي قضية أولا متطبطة بالعزلة السياسية والاستراتيجية التي تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية وأنها لن تستطيع أن تخرج حتى نفسها ولا إسرائيل من هذا البئر ما لم تقم بشيء إيجابي وممره الإجباري سيكون الدول العربية وبالتالي في اعتقادي ما أجبر الولايات المتحدة هو أولا طبعا المصالح الاستراتيجية الولايات المتحدة التي تعرضت وتتعرض لمخاطر جدية في الأقليم ثانيا كما تفضلت زميلتنا موضوع الرأي العام الأمريكي يعني يجب أن نقول بأن المظاهرة التي جرت تأييدا لما تقوم به إسرائيل البارحة كانت لم تكن مظاهرة ناجحة لا بالحجم ولا بالمبنون إضافة إلى ذلك أن نستطيع أن نقول بأن الرأي العام الداخلي والرأي العام الدولي الذي كان ينضج وكان من الواضح بأن إذا استمرت الولايات المتحدة في سياستها فسوف تنعزل حتى عن الاتحاد الأوروبي مواقف الاتحاد الأوروبي كانت تتطور رغم الكثير من أقولها بصراحة من المواقف الانتهازية ولكن في نهاية الأمر من الواضح أن الحقائق كانت تتراكم باتجاه صدور هذا القرار القضية الرئيسية الآن أمامنا هي مصداقية هذا القرار والذي مررته عمليا للولايات المتحدة الأمريكية هل ستستطيع أن تثبت بأنها مستعدة لأن تقف موقف محاسبة لإسرائيل صحيح من الواضح بأن إسرائيل كانت سترفض هذا القرار هذا طبيعي جدا لأنها عمليا هي تقر بهزيمتها أمام المهام الرئيسية التي وضعت لحربها في غزة ولكن من الواضح هل ستعني ذلك بأن إسرائيل سوف تحجم عن الموافقة على الهدن وأنه الآن لجنة في الأمم المتحدة كما تفضل المندوق الصيني سوف تتابع هذا الموضوع وتدير هذه الهدن القضية لم تعد مجرد الدلال على الولايات المتحدة الأمريكية بالرفض وإلى آخرية أصبحت القضية تخرج تدريجيا من يد فقط ولا تصبح الوجه المفاوضة في هذا الموضوع الولايات المتحدة وإنما ينتقل وهذا أيضا عنصر مهم لمجلس الأمن وبالتالي سنرى الآن العتلة الرئيسية الحمل الرئيسي سينزل على أكتاف الولايات المتحدة أساسا ومدى قدرتها على تحويل الكلام إلى أفعال وبالمناسبة دكتور سمير لم يكد ينتهي الجميع من كلماتهم حتى رفض المندوق الإسرائيلي هذا القرار وقال بأن إسرائيل نعم كان سيرفض واضح أنه سيرفض ولكن لأنه إذا أقرت فهذا سيعني القبول بالهزيمة ثانيا داخل إسرائيل هناك شرخ عميق جدا الآن حول هذا الموضوع فلنرى ما قاله وزير الأمن الداخلي واسموتشريتش وبيكيفير حول هذا الموضوع واضح جدا بأن هناك شرخ في الحكومة وأعتقد أن هذه الحكومة كما قلنا سابقا تتدرج نحو السقط أستاذة مايا رفض إسرائيل على لسان مندوبها لهذا القرار يعني ليس إحراجا للولايات المتحدة فحسب هو إحراج للدول الفاعلة في منظومة مجلس الأمن الدولي الدول صاحبة القرار السيادي من لديها حق النقض الفيتو منها فرنسا مثلا كيف يمكن أن يعمل في المرحلة المقبلة من قبل المجتمع الدولي الذي أيد بأن الهدن الإنسانية لا بد أن تفرط وإسرائيل ترفض نعم هذا القرار أريد فقط أن أذكر أنه لم يأتي من فراغ كان هناك الكثير من العلامات أو الإشارات التي حضرت الأجواء لهكذا قرار أذكر بي اجتماع مجموعة دول السبع مجموعة السبع الأسبوع المنصرم في اليابان حيث كان هناك أول انفراج على صعيد القرار الدولي لكتاع غزة وتم المطالبة بأول هدن إنسانية قصيرة مدتها أربع ساعات لذلك إسرائيل لم تحرش فقط اليوم ولكن هذا الإحراج بدأ منذ الأسبوع المنصرم واجتماع الدول السبع وذلك بدأ يزداد أكثر وأكثر هذا التراجع عن الدعم الغير مشروط لإسرائيل بدأ بالتراجع منذ هذا الاجتماع الشهير لدول مجموعة السبع وبالفعل إسرائيل اليوم نوعا ما معزولة أكثر وأكثر وكلمة المندوب الإسرائيلي في مجلس الأمن بينات ذلك لأنه ذكر بنوعا من العتب الدول المشاركة أنه لم يتم إدانة الجرائم التي حصلت في 7 أكتوبر وأن هذه الدول أيضا نوعا ما تتجاهل أن حماس يمكنها في ظل الهدن الطويلة إعادة امتلاك صواريخ يمكنها أيضا الابتزاز أكثر وأكثر ولكن أستاذ مايا حتى رئيس الوزراء الكندي اليوم يتحدث عن المدنيين يتحدث عن الأطفال يتحدث عن النساء عن الرضا عن الخدج الذين تركوا في المستشفيات يعني 12 ألف ضحية حتى حركت الساسة الدوليين سواء رئيس الوزراء الكندي أو حتى الرئيس الفرنسي رقم كبير يا أستاذ مايا وأنتم في المجتمع الغربي هذا يبين نوعا ما الرياء أو ازدواجية المعايير في الاستنكار في الدول الأوروبية وفي المجتمع الغربي ككل بالفعل الاستنكار كان موجوبا أو واجبا بعد أحداث السابع من أكتوبر وبعد الجرائم التي طالت 1200 مدني بأكثريتهم في إسرائيل ولكن هذا العدد تم تخطيه بشكل كبير وهو بلغ 12 ألف وخمسة ألاف طفل تحت الأنقاض أو ماتوا في المستشفيات أو ماتوا أيضا في المواكب الإنسانية التي كان يتم استهدافها بالقصف المجتمع الغربي الذي بني حول فكرة حقوق الإنسان واحترام الكرامة الإنسانية والحياة الإنسانية أيضا وبني حول مفاهيم كالقانون الدولي هو الذي وضع القانون الدولي تأخر كثيرا بالاستنكار وحتى هذا القرار الذي صدر عن مجلس الأمن اليوم هو أتم متأخرا لأن حصيلة القتلة بلغت منذ أول أسبوع للعملية الإسرائيلية في غزة نسبة كبيرة جدا لذلك اليوم هذا المجتمع الغربي لا يمكن أن يمضي بخيانة المفاهيم التي بني عليها من الممكن أن تمضي هذه النظرية دكتور سمير أمام هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين في قطاع غزة معايير حقوق الإنسان معايير الدفاع عن البشر في ممارسة حياتهم الطبيعية وصول الغذاء الماء حتى أن مراسلا لنا كان قد يعني ما عاد يستطيع الحديث بشكل مسترسل عندما قلنا له اشرب الماء قال ما من ماء في قطاع غزة ما من ماء نظيف سيدي لكي نخرج من النفاق كلام الغرب حول حقوق الإنسان المشكلة ستنتقل إلى صلبه للذات الغرب بهذا الموقف حول نقاش حول ديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي المدن الإنساني إلى نقاش حول الهويات وحول الهويات الدينية والقومية وإلى آخرين الانحياز على أساس الهويات وبناء السياسات على أساس الهويات وهذا لا يقدع أحدا بأن الطريقة التي تتمثيها الأمور في تقييم ما تقوم فيه مثلا روسيا في أوكراينيا تختلف تماما عن المعايير إذن القضية هي قضية حوار طرشان فيما يتعلق بحقوق الإنسان طالما أن الحوار قد انحرف عن قضية الديمقراطية والإنسانية في اتجاه حوار هويات هم ونحن وعندها تصبح كل جرائب مبرارة طيح وإلى نقاش حول صراع هويات فهذه الدول ستجد مشكلة كبيرة في سلمها الأهل وأعتقد هذا الخطر عليها بقدر ما هو خطر على منطقتنا شكرا جزيلا لكم من واشنطن الباحث في معهد الشرق الأوسط الدكتور سمير التقي وأشكر من فاريس الكاتبة السياسية الأستاذة مايا خضرة لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الأعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر